موسيقى السلام عليكم معكم وفاء من مجوهرات فاتين كيف وعدتكم ؟ سوف نقديم نقديم جديد اليوم سوف نقصرح لكم واحد الانصب 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 اللي اسمته الحنش حيث هو الشكل دياله وشكل ديال الحنش على هذا هذا هو الانصب اللي اقترحت عليكم كنتمنى يكون واضح بالنسبة لكم هاكا على هات شكل هذا فيه الانصب وشكل دياله هاكا وفيه الانصب وليبوكل على هات شكل هذا وانحين وفيه الانصب دفاع غدي نشوفوا كل حاجة بوحدها باش يباليكم عن قرب مزيئ هاكا نقديم بلاباق لباق الانصب كيفان واضح فيه حجارات بان سيرتي وشكل دياله بحل شحنيش هاكا ملور دياله والطبيع دياله كيباليكم هنه واضح مزيئ هاكا 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 تشكيجي لاباق ده بغادي نشوفوا الجورمات نقديم بزيئ القرب على هات شكل هذا لان شكل واضح نقديم بزيئ نقديم بزيئ نقديم بزيئ ونقديم بزيئ ايضا ونقديم بزيئ ونقديم بزيئ ضداء هاد قدم دياله على هات شكل هدا حجارات بسيرتي وكيف晝هم عددو هذا وشكل دياله اذا لاباق نشوفوا لان شخص لان شكل هات شكل هذا مباشرة تحلو بشكل جميل لذلك اريكم واضح لا أعرف كيف يزيج هذا كيف يزيج السنسلة ميلا ولكن صح العمل بالنسبة للطول 30 سم وإذا كان العنق عمر تقوم بإضافة 50 درهم حيث يزيج 30 سم إذا كان العنق عمر من الأحسن تزيد 50 درهم بالنسبة للطول هذا واضح هذا يجب أن نقوم بإضافة ومعنق ومعنق هذا العمود تضيف العمود ومعنق سوف نقوم بإضافة ومعنق 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 هذا هو العمود ومعنق ومعنق إعجاب ومعنق ومعنق